في أجزاء متعلقة أو بعض الحاجات اللي احنا لمسناها من مباراة الأمس وكنا عايزين نعلق عليها حاجة تانية ودي متعلقة بلقاء العودة إن بارح كان فيه طاقم منتشاد طاقم كامل منتشاد لإدارة لقاء الزهاب طب لقاء العودة لقاء العودة إن شاء الله يوم الجمعة الساعة سبعة على الساد القاهرة الدولي وبإذن الله كمان يكون فيه حضور لـ 30 ألف متفرج لعل لو عاسا ممكن يكون فيه أعداد أكتر من كده نتمنى يا رب ولكن لو البداية 30 ألف ده شيء يحسب بشكل كبير جدا لإدارة النادي الأهلي وكمان بنشكر عليه الجهات الأمنية على سرعة الاستجابة والموافقة في بداية الموسم على حضور هذا الرقم وهذا العدد في الأدوار التمهدية لدوري أبطال إفريقيا ولكن حكم مباراة يوم الجمعة لقاء العودة حكم من مالي الطاقم بالكامل من مالي حكم المباراة بوبي تراوري وعلى فكرة من الحكام المعروفين وسبق لإدارة العديد من المباريات للأندية المصرية في فترات سابقة عكس الحكم اللي كان منتشاد حكم منتشاد حكم جديد مش معروف قوي لكن ماتش العودة الحكم بوبي تراوري المساعد الأول أمادو بيلي المساعد الثاني إدريسا كوني والحكم الرابع إبراهيما كيتا ده طاقم تحكيم من مالي لإدارة لقاء العودة ما بين الأهلي وسن جورج الأسيوبي بإذن الله يوم الجمعة الساعة سبعة على استاد القاهرة الدولي طبعا كلكم عارفين الأدوار التمهدية دي أو الأدوار دي ما فهاش تقنية الفيديو حتى دور المجموعات برضو مش هيبقى فيه تقنية فيديو الغد دلوقتي يعني صعب شوية الكافي يقدر يوفر الأدوات والمعدات في الأدوار الأولى ولكن أكيد من أول الكوارتر فاينل من الدور رابعي النهائي هيكون فيه تقنية الفيديو طيب حاجة تانية كمان عايز أتكلم عليها وهي متعلقة بموعد طرح تذاكر كأس العالم للأندية كنا عارفين أن أول مباراة للنادي الأهلي بإذن الله هتكون يوم 15 ديسمبر أمام الفائز ما بين اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلاندي تذاكر بقرة 26 تسعة هيتم طرح المرحلة الأولى من دفعة خاصة بتذاكر البطولة مطش 12-12 أوكلاند سيتي مع اتحاد جدة مطش 15-12 الأهلي مع الفائز من هذه المباراة ومطشات أخرى في أدوار أخرى عارفين طبعا بقى الفرق المواجهة معنا في البطولة وكمان مرحلة السيمي فينال لو الأهلي كسب مطش يوم 18-12 مع بطل أمريكا الجنوبية اللي تحدد رسميا أو يتحدد رسميا يوم 4 نوفمبر التذاكر هتطرح على ثلاث مراحل بكرة المرحلة الأولى غدا المرحلة الأولى المرحلة الثانية هتكون في آخر شهر عشرة المرحلة الثانية الدفعة الثانية من تذاكر مباراة كأس العالم الأندية هتكون في آخر شهر عشرة المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة وده جزء على فكرة مش هيبقى صغير الجزء ده مش هيبقى صغير عشان الناس ما تعتقدش أن بقرة الجزء اللي هيبقى الأكبر لا الاستاذ لو بيسع 50 ألف متفرج الـ 50 ألف هيتقسمه على ثلاث مراحل ممكن 10 ألف بقرة 15 ألف في الدفعة الثانية ولكن الدفعة الأكبر هتكون في الدفعة الثالثة اللي هتطرح بإذن الله يوم 12 12 عقب مباراة اتحاد جد وأوكلاند سيتي عقب مباراة اتحاد جد وأوكلاند سيتي أسعار التذاكر 40 ريال 75 ريال والدرجة الأولى اللي هي أعلى درجة هتبقى 100 ريال سعودي دي أسعار التذاكر 40-75-100 ريال جماهير النادي الأهل أنا مش محتاجة أقول لها جماهير الأهل من دلوقتي قاعدة أكيد مستنية اللينك الفتح باب التذاكر على موقع الفيفا فبكرة بالتأكيد الكل من الصباح الباكر هيبقى قاعد جاهز مستني عشان يحجز التذاكر ليوم 15-12 ربنا يوفاكم تقدروا تحجزوا السعة اللي هيتم طرحها من موقع الفيفا وللأسف كنا نتمنى بالتأكيد يتم تحديد عدد الجماهير لكل نادي في المدرجات ولكن الفيفا مش هعمل كده يعني الطبيع مثلا لستة باسع 50 ألف فيقول لك مثلا إيه 15 للأهلي و15 للتحاد جدة 15 ألف و15 ألف ويتبقى عشرين تبقى للعامة لا الفيفا عامل الملعب كله مفتوح للجماهير جماهير الأهلي تحجز بالسعة اللي هي شايفاها لو حجزت الـ 50 ألف الفيفا ما عندهاش مشاكل جماهير التحاد جدة برضو السعة مفتوحة للكل جماهير أخرى من أندية تانية من دول تانية عايزة تحجز تحضر التذاكر متاحة للجميع دون تخصيص درجات محددة لجماهير الفرق اللي هتشارك فيه البطولة فمن بقرة من الصباح الباكر الكل يكون على هبة الاستعداد على موقع فيفا فيفا ليه موقع ويبسايت على الانترنت وليه منصة من خلال طبعا الابليكيشن لو أنت بتنزل البلاتفورم الخاص بالفيفا تقدر تحجز من خلال هاتيكت المتعلق بمباراة الأهلي والتحاد جدة بإذن الله يوم 15-12 ده جانب لعلاقة بكاس العالم للأندية وكان لازم النهاردة يبقى فيه رشادات للجماهير قبل ما يتم طرح التذاكر غدا بإذن الله اشتركوا في القناة